بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أعلى الطيبين الطاهرين أنا دكتور محمد أبو الطيب ألتقي معكم مع الجزء الثاني من محاضرات Solar Panel Data Sheet ضمن محاضرات الفصل الخامس من Solar PV Diploma من البرنامج Renewable Energy Tearing Program حيث سأستكمل التعريف بعناصر Data Sheet للوحي الشمسي وما يتضمنهم المعلومات تهم المشتغلين على نصبه ترون أمامكم محتويات هذه المحاضرة من الأناصر التي يحتويها كل Data Sheet منحنيات تغير IV Curve للوحي الشمسي مع شدة الشعاع الصاخط عليه أمامكم خمسة منحنيات IV Curve أولها لشدة الشعاع الشمسي مقداره 1000 واط على المتر سكوير والثاني لـ 800 واط على المتر سكوير وتنتهي بشدة الشعاع 200 واط على المتر سكوير وهذه القيمة يمكن أن نحصل عليها في أوقات الغيوم وبداية الصباح أو قبيل الغروب اعتمادا على الموقع من سطح الأرض ما يمكن ملاحظته هنا أن الشكل العام لكل هذه المنحنيات هو نفسه والتغير الحاصل في قيم التيار هو أكبر بكثير من تغير الحادث في الولتي كما أنه لكل من هذه المنحنيات نقطة Maximum Power Point يتم إيجادها باستخدام خوار رسمية Maximum Power Point Tracking من قبل انفيرتر أو منظم الشحن كلما انقفض الإشعاع الشمسي قلة إنتاجية اللوحي الشمسي لذلك التحدي الأول أمام مصممي ومنفذي منظومات الشمسية تحري إلى إشعاع الشمسي الأكبر ويمكن تعزيز ما يحصل عليه اللوح الشمسي من إشعاع في أي موقع باستخدام منظومات التطبع الشمسي هنا ترون منحنة للوح شمسي آخر ولكني أورده هنا فقط لإظهار أن الديتاشيت لبعض الألواح يجمع منحنيات IV curve مع PV curve لنفس شدة الإشعاع الشمسي ويمكن أن نتروا كيف تتغير القدرة المنجزة مع الإشعاع الشمسي وهذه منحنيات للوح شمسي آخر ولكني أضعها هنا للفائدة توضح كيف تتغير قيمة الفي او سي والايشور سيركيت وبالنتيجة البي مكسيموم مع درجات الحرارة يمكن أن تلاحظوا كيف انخفضت الفي او سي بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة بينما ارتفعت قليلا قيمة الايشور سيركيت وهذا ما أدى إلى انخفاض بي مكسيموم كثيرا مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا هذا المنحنيات من بشكل كبير على معاملات التدهور الحراري الثلاثة للفولتية والتار والقطة وستتغير كثيرا مع تغيرها للألواح الأخرى وهذا شكل للوح شمسي آخر يظهر كيفية تغير كل من الفولتية الفي او سي والتيار الايشور سيركيت والقدرة بي مكسيموم مع الاشعاع الشمسي يمكن ان تروا ان تغير التيار يطابق تماما تغير القدرة وكلاهما يتغيران بعلاقة خطية مع ارتفاع قيمة الاشعاع الشمسي هذا المنحنى مهم جدا خاصة لمن يعمل على تطوير الخلايا الشمسية وزيادة انتاجيته لانه يظهر تغير التيار مع الاشعاع الشمسي وهو العنصر الاهم في عمل وانتاجية الالواح الشمسي بينما الفولتية شبه الثعبتها بتغير بسيط مع الاشعاع الشمسي الان نعود الى بيانات اللوح الشمسي من تيرينا سولر هذا اللوح مكون من خلايا مصنعة من السيليكون وحادية تابالور مونيكورسلان سيليكون مربعة الشكل بالابعاد 156 مليم في 156 مليم واللوح مكون من 60 خلية شمسية بواقع 6 في 10 أبعاد اللوح طول 1650 مليم اي 165 سنتيمتر والعرض 992 مليم اي 99.2 سنتيمتر والسمك هو 35 مليم وسنرى مخطط اللوح بعد قليل وزن اللوح 18.6 كيلو جرام أما الزجاج اللوح فالزجاج المستخدم هنا يمتاز بنفاذية عالية وهو مانع للنعكاس ومطلئ ايضا بمادة مانع للنعكاس كما انه زجاج مقسح حراريا بالكامل هذا نوع من زجاج يمكن له تحمل صدمات ميكانيكية أشد مما يتحمله الزجاج العالي بخمسة لا سبع مرات وهو زجاج آمن عند الكسر حيث يتحول الى عدد كبير من الشضايا الصغيرة التي لا تجرح ولا تؤذي المشتغلين بهذه الالواح وسمك اللوح الزجاجي هنا هو 3.2 مليمتر لون الباكشيت هو أسود أما الإطار فمصنع من سبيكة الاندايز الامينيوم سوداء يمتاز الجنكشن بوكس بأنه مصنع وفق المواصفتين المعياريتين إي بي 65 و إي بي 67 الإي بي هنا اختصارا للإنجرس بروتكت ويتم استخدامه للإشارة إلى مستوى الحماية الذي يوفره هذا الصندوق لما يضمهم المعدات الكهربائية ضد المواد الصليبة و السائلة بحسب الإي سي 60592 لسنة 2001 على ذلك فإن الإي بي 65 يشير إلى الإي بي يشير إلى حماية الدخول الرقم 6 من اليسار هو اختصار لمقاومة القبار رقم 5 على اليمين يشير إلى حماية تدفق الماء منخفض الضغط Low pressure water jet from any direction أو رذاذ الماء كالأمطار أما رقم 6 فيشير اختصارا لمقاومة القبار ورقم 7 يشير إلى الغمر المؤقت بالمياه من أمق مصطع سنتيم إلى واحد متر الكبرات المستخدمة هنا هي كبرات خاصة من الواحي الشمسية بطول متر ومساحة 4 ملي متر مربر أما الكوننكترز المستخدم فهو MC4 ترون أمومكم مخطط اللوح الشمسي من الجهة الخلفية الطول كما ذكرت هو 1650 مليم أي 1.65 متر أما العرض فهو 992 مليم وترون هذه الفتحة المخصصة للربط مع الغراندين أو الإيرث وهذه فتحات التصريف وهذه فتحات التثبيت إنستولنج هول وهذا هو الجنكشن بوكس الذي يضم البايباس دايود والتوصيلات وهذه نيمي بليت التي تضم البيانات الأساسية للوحي الشمسي بحسب توثيق الجهة المصنعة للوحي نستكمل الآن قرامترات الإعداء اللوح يعمل في مدى درجات حرارة يتراوح من ناقص 40 درجة مئوية إلى زائد 85 درجة مئوية أما المكسيموم سيستم فولتج فهي ألف وولت دي سي أي أن اللوح بكل ما فيه من حوازل لأنه يتحمل أي فولت هي تربط أكثر من ألف فولت دي سي لذلك فهو مثلا لا يصلح للاستخدام في المنظومات الإنتاجية التي تستخدم سيستم فولتج ألف ومئتين فولت أو ألف وخمسمائة فولت دي سي المكسيموم سيريز فيوز ريتنج هي 15 أمبير ميكانيكال لود الأقصى التي تتحمل للوحي هو 5400 باسكال للسنو لود و 2400 باسكال للويند لود والذي لم يقل في وعدة الباسكال قبلين الباسكال هو الضغط ويساوي الضغط أن تجعل قوة مقدارها نيوتن واحد تسلط بشكل عمودي على مساحة مقدارها واحد متى مربع نصل الآن للورونتي وهي من الأمور المهمة للغاية إذ تقدم الشركة المصنعة هنا تصورها على الإنتاجية المتوقعة طيلة الاسبان لايف أو الحياة الإنتاجية لللوح أو العمر التشغيلي المتوقع له وهو غالب 25 سنة مع العلم أن النوح يمكن أن يبقى منتج حتى 50 سنة إذا لم يتعرض إذا الكسر أو التلف ولكن الفترة المتبقية عند 25 سنة تكون خارج حدود الورانتي أمامكم نموذج الورانتي الذي تقدمه الشركة يمكن أن تروا هنا أن انخفاض الإنتاجية المتوقعة هو انخفاض خطي يصل بعد 25 سنة إلى قيمة 80% من الإنتاجية المضمونة قارنتيت باور عدة طبعا السنة الأولى حيث تنخفض الإنتاجية مباشرة بعد التشغيل في حين الكثير من الإلواح الشمسية تقسم هذه المنطقة من العمل إلى منطقتين أولهما من سنة بدء المشروع إلى 10 سنوات من عمر المشروع تنخفض هنا الكفاءة إلى 90% بينما ستنخفض إلى 80% طيلة الفترة المتبقية بذلك فالإنتاجية المتراكمة الكلية لهذا اللوح تفوق باقي الألواح بحسب الديتاشيت المنشورة لهم طبعا هذا الكلام في ظروف الاستخدام المعقولة لللوح يمكن أن تروا تخمين آخر مختلف للألواح الأخرى أمامكم مثلا تخمين زيادة في الإنتاجية للوح من إنتاج سان باور أن زيادة في الإنتاجية للسنة الأولى تكون بنسبة 45% وعند الوصود إلى عمر 25 سنة من تجليل المحطة تكون زيادة بحدود 81% بسبب تدهور الحادث في اللوح وهو تدهور خطي أيضا لكنه قليل مقارنة مع باقي الألواح وكمعد العام تكون زيادة إنتاجة اللوحة 60% عن الألواح المماثلة الأخرى طيلة أمرها التشغيلي وطبعا هذه ميزة وربح لا يمكن التغاضي عنه نعود الآن إلى لوحنا وهو إنتاج الترين السورة في نهاية أيدي تشريط لابد أن تقوم الشركة بذكر الشهادات Certifications التي حصلت عليها الشركة نتيجة الاختبارات الأساسية والمعايير التي استددت عليها في صناعة الوحة الشمسية أول هذه هي Certification هي الـ IEC 61215 والذي يتناول متطلبات تصميم المنظومات الشمسية المعدل للنصب على الأرض لفترة تستخدام طويلة وطبعا سيعتمد أمر المحطة ونتاجيتها هنا على التصاميم المعدل وظروف عمل المحطة Certification الآخر هو الـ IEC 61730 وهو يصف ويحدد متطلبات الإنشاء الأساسية لإقامة مشاريع محطات الطاقة الشمسية الـ PV من أجل توفير تشغيل الكهربائي والميكانيكي العامل له يتم تحديد الأمور الأساسية لتقييم اللقاية من الصدمات الكهربائية ومخاطط الحريق والإصابات الشخصية بسبب الضغوط والإجهدات الميكانيكية والكهربائية يصف الـ IEC 61701 تسلسل الاختبارات التي يمكن استخدامها لتحديد مقاومة مختلف الألواح الشمسية للتعاكل من العملاح المحتوي على كلور مثل الـ NECL و MGCL2 تحتوي المواصف القياسية DIN EN 6068 2-68LC على المواصفات القياسية لمطرق الاختبارات الحرارية لمكونات المنظومة الشمسية وهنا هي الألواح طبعا الغرض من هذه الاختبارات الحرارية هو تقييم مدى ملائمة المكونات للتشغيل أو النقل أو التخزين في درجات حرارة عالية الـ MCS هي علامة جودة يتم منحها في حالة مستوى الجودة الصناعية العالية والموثوقية لمنتجات المعتمدة وهي شهادة مفيدة للشركات المصنعة للواحي الشمسية الآن سننتقل إلى اللوح آخر مصنوع من السيليكون المتعدد التبلور بوليكريستران سيليكون كنموذة الثاني عن الديتاشيت للواحي الشمسية وسأرض للوح قدرته تتراوح من 300 واط إلى 320 واط والديتاشيت هنا مشابه لأيديتاشيت السابق بطريقة إعداده وفقراته الأساسية نرى في المقدمة المميزات الأساسية لللوح أبدأ أولا بسماحية القدرة لللوح وهي هنا زائد 3% أي أن اللوح حدود إنتاجه من 100% إلى 103% من القدرة الإسمية له يعمل تصميم الزجاج في اللوح على تحسين إداء اللوح عند سقوط الإشاع المائل ويعزز إنتاجات اللوح في ظروف الإضاءة المنخفضة والمتوسطة تساوية السقوط أملية نصب اللوح سهلة وكذلك صيانتي وهو متوافق مع الإنفيرترات القياسية Industrial Standard Inverters وكذلك معدات نصب الإلواح الشمسية وهياكلة كما أن اللوح الشمسية هنا معتمدة من قبل فحوصات TUV لتحمل ماييني مستوية عالية من الرياح والثلوج 2400 باسكال و5400 باسكال على التوالي وحجم برد هيلستون بحجم 25 مليم بسرعة 23 متر على الثاني وتأثيرات جهوية متعددة واختبار تأكل للرذاذ الملحي ومقاومة الأمونية والPID Potential Induced Degradation طريقة عرض البيانات الكهربائية مشابه لما سبق هناك عرض لقيم الديار والفولتية والقدرة المنتجة من قبل اللوح أحد أهم من الاختلافات أما سبق هو المكسوم السيستم فولتج هنا هي 600 فولت دي سي إلى ألف فولت دي سي وهذا يعني أنه مناسب للمنظومات المنزلية التي تربط مع الشبكة بفولتية 600 فولت دي سي الكفاءة هنا طبعا ستكون أقل من كفاءة ألواح المونوكا السيليم والشركة المصنعة تعرض هنا كفاءة الخلية مع كفاءة اللوح المصنع منها لو حصلنا الكلام على اللوح بقدرة 300 واط سنرى أن كفاءة الخلية هي 17.46 بالمئة بينما كفاءة اللوح هي 15.46 تفسير ذلك هناك سببين أولهما أن قدرة الخلية الشمسية تقاس بالنسبة الطاقة المنتجة إلى الطاقة الساقة على مساحة الخلية في حالة الخلية كل مساحة الخلية هي مساحة منتجة أما في حالة اللوح هناك مساحات فارغة مساحات داخلية تقع بين الخلايا ومساحات بين الخلايا على أطراف اللوح والإطار الخارجي الحامل للوح الشمسي الآن كمية الظل الساقط على اللوح لن يشارك بكليته في إنتاج القدرة العانية من الخلايا الشمسية إذن جزءا منه سيطلط على هذه المساحات الفارغة لذلك فهناك نسبة من القدرة الساقطة ضاعت بسبب سقوطها على المساحات الفارغة ولم تشارك بإنتاج القدرة الكهربائية من الخلايا السبب الثاني وجود التوصيلات الكهربائية بين الخلايا المكونة للوح الشمسي يسبب بعض الفقدان للطاقة بسبب المقاومة الكهربائية وهذا ما سيقلل التيار المجموعة في النهاية عدد البيباس دايود في اللوح هي ست دايودات يمكن هنا أن تشاهدوا من حنيات IVكر وBvكر للوح الشمسي في ظل قيم أشاعر شمسي مختلفة أمامكم الشكل على اليسار عند درجة حرارة الخلية تساوي 25 درجة مئوية أما الشكل على اليمين فهو IVكر ولكن درجات حرارة مختلفة عند شدة شمسي مقدارها 1000 واط على المتر سكوية لاحظوا كيف انخفضت القدرة من 300 واط على المتر سكوية عند حرارة خلية 25 درجة مئوية إلى 246.5 واط عند حرارة خلية 70 درجة مئوية أي أن الخلية خسرت 53.5 واط بهذا الارتفاع للدرجة الحرارة أو حوالي 12% من قدرتها الأساسية وهذا مخطط لوجه الأمامي للوح الشمسي لاحظوا أن الخلية الشمسية الواحدة مربعة الشكل وأبعادها 156 ملي متر في 156 ملي متر وهذا مخطط للوجه الخلفي من اللوح ويمكن أن نرى في ما سبق ورائناه في اللوح الأول هنا جنكشن بوكس وسلوتس للتثبيت مع الحوامل وفتحات للتاريض وفتحات للتصريف وهذه محاضرة القادمة إن شاء الله وستكون عن بعض أهم تفاصيل التطويرات التي دخلت على صناعة الألواح الشمسية وأدت إلى ظهور أنواع حديثة ومتكرة من هذه الألواح أتمنى أن تكون محاضرتي هذه مفيدة لكم شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم